بعد احنا قلنا خبر خلاص نيلو بنجادة وكالوس كيلوش يبقوا موجودين في مصدر يموت لكم عشان مستحقاتهم المتأخرة لده اتحاد الكرة عبدالله السعيد مصدر مقرب من عبدالله السعيد قال لنا في رقم 10 ان عبدالله السعيد بيستعد للتراجع عن قرار الاعتزال الدولي بعد ما عرف ان روي بيتوريا معجب جدا بمستوى وممكن يضمه لمنتخب مصر الفترة اللي جاية عبدالله السعيد قال انه هو مش ممانع انه يرجع عن الاعتزال الدولي ويرجع يلعب تاني لمنتخب مصر شريطة انه يبقى ليه دور مع المنتخب لو انضم عكس ما كان موجود مع كالوس كيلوش لما حس انه هو ملوش دور فقرر الاعتزال دوليا عبدالله السعيد استثنائي 37 سنة رايح لل38 سنة مهارة شغل بدني عبدالله السعيد رأبو بدنيا في الملعب بيجري جاري مش طبيعي اكتر او اهم من اللاعبين شباب كتير دماغ تصويب على المرمى زكاء مهارة ملي المساحات الفاضية بشكل فيه زكاء كبير جدا عنده كل الامكانيات اللي مش طبعي انا في رأي وانا قلته اكتر من مرة انه عبدالله السعيد يعني ربما يكون اللاعب الاهم في الكرة المصرية اخر عشر سنين في ثبات المستوى وثبات الاداء الجيد عبدالله السعيد ويسأل اي مدرب اسأل اي مدرب ضرب عبدالله السعيد هيقولك ده اهم لعب اهدربته خلال عشر سنين دور عشان بس لو كريم رأيه في حب او تحيزه الراجل بس الراجل امكانياته الفنية والتكتكية في الملعب مش طبيعي سبعة وثانين سنة هم حافظ على نفسه كده وبيلعب في مركز في جاري كتير قوي ده لعب مش طبيعي وميزة عبدالله السعيد زي ما بتتقبل كده انه هو ما بيسمعش لوش حواليه والناس بتروح وتيجي وهو شغال في الملعب ما فيش اي مشاكل